السلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم اتمنى ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبخير وعلا خير الروتين تا اليوم يعني مو تنوع اتمنى ان شاء الله يعجبكم ونقول لكم برك شاهدو حتى الاخر كما اشتو هنا يا لبنات راح ندير معاكم وصفات تا الشعر هادية وش نقول لكم روعة روعة تطول لكم شعركم يعني تعود ترجع له الحيوية تاو ترجع له البغيانس تاو هنا راح نحكي لكم تجربتي الشخصية كيفاش حتى توخط في شعري مان كدبش عليكم ولا لي كيلاستيك يعني حرقتو كامل بالسبيغة وبليماش وبالديكاباج المهم لبنات انا كي كنت هكا جون فين قرف الليسي كانوا عندي حباباتي هكا يسبغوا شعرهم نتشاه فيهم وقول لنا تاني نروح نسبغ شعري كنا نروح للدار نقول لي ما لا يرحمها نقول لها حبيت نسبغ هاد اللون ولا ندير هكا رايح بيبتي سبغة وهي رايخلتها يماها كانت يما الله يرحمها تقول لي جامي ما تحبش دايمن ما تحبش تقول لي لالا ما تمسيش شعرك ويتخسر لكو كامل تقول لي كي تتزوجي وتكوني عند راجلك وتديري دارك تما ديري وش تحبي في شعرك ما نقدبش عليكم انا كنت صغيرة وعلى بلكم سين المراهقة انا كنت نزعف كنت نقول لها رم صحابتي سبغوا هما مخلاوهم وما فيها والو ونرمال دايمن لالا ما عليناش البنات ايبان كي تزوجت ودرت الدار هكا برت قلبي في السبيغات وليت درت لي ما اشهدوا لولين كي كنت عروسة جديدة وبعدها ما اعجبوني ايش ازت فاسيتهم وبعدها درت لغو وبعدها درت الكويفغي وبعدها درت يعني بر تقلبي وش نقول لكم كل شهر عشرين يوم تنفح لي على لون واحد اخر نفاصي ونعاود نفاصي ونعاود شعري وش نقول لكم بعد تلت شهر ربع شهر ست شهر ولا لي كي لستيك تحرق لي كامل كامل وليت كنشوفو في المراهية وش نقول لكم ولا لي كوشمار بعد ما كان شبابو طويل ويعني كان هكا يبري وحدو ورطب وش نقول لكم مندمت مندمت اللي اسبغتو واللي كنت يعني نعجب به وكل مرة نبدلو لها كولغ بديت نداوي فيه وقلت منزيتش نسبغو صافي دوكا واحد سي مواء ما درت كامل لي كولغ يعني نداوي فيه اللي لقيت عليها الوصفة اللي لقيتها مليحة يعني رجعت لي شعري كيما كان ورجعته لي قاوي وبدأي طوال لي الحمدلله يا ربي هي الزنجابير مع الول كي كنت جان فيه كنت ندير البصل بصح البصل على بلكم باللي يخلي الريحة في الشعر دوكا كيتزوجتو كامل ام بوش تقعد لي ريحة البصل في شعري على بلكم يعني المراهة المزوجة لازم دايما يكون شعرها يريح شباب لازم دايما تكون تخرج منها ريحة شباب قلتو بهذا الزنجابير نرابيه نسكرفجو فرقيق كامل نديرو في اون كومب خاس هكاية ونعاصرو كامل نحيلو كامل هادا كل ما اللي يكون فيه بزاف بزاف مليح للشعر صورتو لي شعرها ما يطوالش بزاف ولا اللي تكون حرقاتو كيما انا هكا في الطرف وكامل ومبعد نقصطلو بالمقص باش تعاود تريكيبيره يطوالها تمتم تدير الزنجابير فلاراسين تعصر المد يالو وديرو فلاراسين انا هنا يا وش نضيف لون نضيف لون غرفة تاع الروز الروز اللي يجا يعني العادي اللي يتبع برا نخليه فيه مدة حوالي نص ساعة ولا اشرين دقيقة وهدك الروز في هدك الماء تاع الزنجابير من بعد نصفيه نتحصل على هاد اللون اه عفوا على هاد الماء هدا الجو هدا تاع الزنجابير نحكمه ونبدا ندير كامل فلاراسين تع شعرين ونخليه زو سوايع تلت سوايع ساعات نديرو كامل ونقعد به في الليل ندوش ونخليه ينشف وحده اه بالنسبة للشامبوان انا للشامبوان نستعمل هاد التخاطع قارنيه اه يعني روعة روعة وكل وحده وش يخرج على شعرها تقدروا تستعمله ما يخرج عليكم وكي ما نقدرنا نستعمله وما يخرج عليها وعمركم ما تقولوا باللي الشامبوان الغالي هو اللي مليح وهو اللي حيخرج علي شعركم بس كان شريت هادا تريسيمي على بلكم باللي هادا تريسيمي غالي شوية بيه بالماسك تاعه والمهم بيه بالسوان تاعه وكامل واقي له يدير ميتين وخمسين الف اه شريته ما خرجش كامل علي شعري ما فهمت علاش قد ما اسي يدرتو الخطرة اللولة مع جبنيش تاني دزيام فا كيف كيف قلت بالك دوك مع الوقت نوال فو ما والو ما خرج عليها خرج عليها هادا كغني ننصحكم يعني اللي شامبوان كل مره جربوا واحد يقدر ما ينجح لكم شواحد يعني ما يخرج على شعركم لدزيام يخرج على شعركم ويرجعه لكم هايل اه وتاني حاجة اللي هي مهمة باش تداوي وشعركم إلا كان تحرق لكم ولا كان تكسر ولا كان ناشف هي الزويوت ننصحكم بهاد الزوج زويوت اه اولا زبدة شية لابنت زبدة شية روعة روعة انا نستعملها فلابو تاعي كامل نضغاتي بها لابو الوجهي بسكساعة لابو تاعي تنشفلي شعري بصح يعني ننصحكم في شعركم تقعد مسبكة يعني يديروها غير مدة ونحو هزوا سوايا تلسوايا وروحوا غسله تقعد مسبكة في شعركم والسانطة بشتتنحها بالصح بزف بزف مليحة الزيت الثاني اللي ما نستغناش عليه يعني في كلش في في اللافغة تاوعي في وجهي في يدية في رجلية كامل الترطيب هو زيت جوز الهند راح لي اسمو زيت جوز الهند بزف هاي اللي راكم كامل تعرفوه مكاش وحده يعني ما عندهاش هكا قرعه ولا بلاره الويلدو كوكو تاني الزيت هادو ما اللي راهم يتباعو كاين بزف انواع كاين هادا كفاتيكا كاين آملا المهم شعركم يعني هو كائن حي راهو حي فينا لا تقعدوش ديرولو الزيت وحده طول العام دايما بدلولو ما يقدرش يعيش بزيت وحده ولا بشامبوان واحد دايما بدلو شهر شهر ونص بدلو بدلولو الزيت بدلولو لسوان تاعو وديرولو لي ماسك مختلفين هادي كنصيحة وانشالله يعني الحمدلله هنا تسقم شعري بهاد الزيوت وهد لي شامبوان وهدك المعط الزنجابير انشالله تستفادو من هاد التجربه التاعي هنا كتدبيره راح نشارككم فيها اللي كن ديجا شاركتها معاكم بصح معليش هادي كانت في بداية قناتي وكانت قناتي صغيرة صغيرة جدا دوك الحمدلله راه يتكبر يعني كل يوم راه هم يزيدوا عندي المشتركين انا راح احبيكم كامل ونقول لكم انشالله من قلبي تستفادو معايا هنا يا الحشيش والمعدنوس كيفاش نخبيهم نخسلهم لي هكا ورقة بورقة وغصن بغصن كما نقولوا ومن بعد نقطرهم نحيلهم كمية كبيرة تعلمه نقطعهم هكا قطع صغر ونحكم باللارات ندير فيهم تاع الكوزينة اللي نستعمله في الكوزينة ونحط كل باطة فيها وحدة فيها الحشيش ووحدة فيها المعدنوس نغلق عليهم ونستحفظ بيهم في التلاجة كي نقول لكم يشدوا لكم مدة ما يصر لهم والو والحاجة الاهم من هذا التدبيره هي تجيكم سهلة تحبوا تديروا اللمسة الاخيرة هكا فوق طباصة ولا شوية حشيش ولا شوية معدنوس تجيكم سهلة تفتحوا الباطات تاعكم وتجبدوا هكا هكا رشة وترشوا بيها كامل الجوازات تاعكم ولا تاني كي تكونوا تدوزنوا وتكونوا مزروبين ولا تلقا والحشيش والمعدنوس مخصول ومقطع هنا يا راح نشارك معاكم وصفة تعلوب يا ماشطو بصل وطماطيش اللي تجي بزف بزف بنينا هنا قطعت البصل قطعت الشرائح قطعت الحم البقري قطعت الحم البقري قطعتهم يتقللوا مليح بعد ما تقللوا لأرميتهم واحد زوج حبيبات ولا ثلاثة حبيبات تعطوا معطيش يكونوا حمورة ونخليهم يتقللوا هنا بيدمارا همي طيبولي راح نختانم معاكم الفرصة ونقول لكم كاين ليسقسوني لماذا لا تقللوا روتينات يوميا اللي بناتنا الروتينات اليومية ما نقدرش نديرهم بسك فيهم التعب وان بلس كين نحب ندير روتين نحب نديرو ينفعكم ما نحبش ندير روتين يعني نقول لكم نط صباح قهويت خصلت حوائي جي واسيت فهمتوني اللي بنات مدابية كنجيب لكم روتين نجيكم بوصفة جديدة بمعلومة جديدة يعني تستفادوا تخرجوا من هاد الروتينات وانتو ما مستفادين هذا ما كانوش حبيت نقول لكم ونجاوبكم على ليسقسوني علش ما تديرين ناش كل يوم يعني روتين هنا يا بعد ما تقللوا لي الطوماطيش والبصل والحم درت لهم ملح في الفل الكحل وفلفل عكري حلو تقدروا تديرو الحار وتقدروا تزيدوا لي زي بيس اللي تحبوا من بعد ضفت لهم لوبيا ماشطو كنت خصلتها ونقيتها كاين اللي يحبوا يغلوها وكاين اللي يديروها هكاك شوفوا البنات هنا خليتها حوالي عشرين دقيقة هكاك شوفوا على ما تحصلت تجيب الزف بنينا وكيما كانت تقول ماني الله يرحمها طيبة غير في الزيت ما عندي ما نقول لكم شحال تجيب بنينا ريحتها برك تشاهي شاهيتكم في الجنة ان شاء الله البنات وهدي هي كالت الطاويلة الاخيرة سقيت هادك لوبيا ماشطو الجواز في الطبسي وهنايا حطيت قرنون كنت غليتو بلا فينيغات بزاف هايل ونحبوه وثاني درت يعني لصالة دقيبة لهاديك اللي كنت ديجا شاركتها معاكم اللي ما شافتش الوصفة نحطها لها في صندوق الوصفة كابش تروح تشوفها وهنايا كنت ديرها هادك الحميس اكس بخاس تاني اللي كنت ديجا جربته معاكم يتحضر فيه تواني ماشي كامل يعني واعر ولا بزاف سهل كالالعميلات ولا تحضروه فيه وقت قياسي انتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم طاويلة تاعي وتدو منها افكار كما راكم تشوفو فيها اه هنا يالبنا تلحقنا لنهاية تاع الفيديو انتمنى ان شاء الله يكون عجبكم مبقالي غنقو لكم تهالا وفير وحتيكم سلام